سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم لك الحمد إنك قلت وقولك الحق المبين صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم وقلت وأنت أصدق القائلين ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ونصلي ونسلم على نبيه ورسوله محمد الذي أرسله إلى الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على الدوام ولك الحمد على التمام ولك الحمد في البدء والختام اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير نحمدك أن أوجدتنا من العدم وفضلتنا على سائر الأمم سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عددا سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان من تكرم بفضله فلم يترك أحدا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم جعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم جعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم جعلنا من أهل القرآن اللهم جعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم وجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن المهانة إلى الكرامة ومن النار إلى الجنة ومن الإساءة إلى الإحسان يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب إلهنا إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طرتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك إلهنا إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وندعوك دعاء الخاء في القلق دعاء من ذلت لك رقبته ورغم لك أنفه وذلت لك نفسه وفاضت لك عيناه اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام في هذه الليلة المباركة أن تغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارِك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجى ولا منجى ولا ملتجى منك إلا إليك لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا خافض لما رفعت ولا رافع لما خفض ولا باسط لما قبض ولا قابض لما بسط ولا راد لفضلك ولا معقب لحكمك وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوالهم في اليمن وفي العراق وفي مصر وفي فلسطين وفي برما وفي الشام وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام إلهنا إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام في هذه الليلة المباركة أن تنصر إخواننا المظلومين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وجعلهم عبرة للمعتبرين اللهم اجعل كيدهم في ضلال وأمرهم في سفال ومكرهم في وبال إنك أنت الكبير المتعال اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كلهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنهم حفات فاحملهم وعرات فاكسهم وجياع فأطعمهم ومظلومون فانصرهم اللهم إنهم مظلومون فانصرهم إلى من تكلهم إلى بعيد يتجهمهم أم إلى عدو ملكته أمرهم إن لم يكن بك غضب علينا وعليهم فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنصر إخواننا المظلومين في أرض الشام اللهم أمن خوفهم اللهم أمن خوفهم سُد جوعتهم وكثكف دمعتهم اللهم ضمِّت جراحهم ضمِّت جراحهم ضمِّت جراحهم اللهم إنهم مظلومون فانصرهم اللهم عليك بمن بغى عليهم اللهم عليك ببشار اللهم عليك ببشار وحزبه يا قوي يا متين اللهم لا تقم لهم على أرض الشام راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر إخواننا في فلسطين على الصهاينة المعتدين الغاصبين اللهم إن الصهاينة قد طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان اللهم فأرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وبدائع صنعك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وبدائع صنعك اللهم أرنا في الصهاينة يوماً أسودا اللهم أرنا فيهم يوماً أسودا اللهم عليك بنتاً ياهو وأعوانه يا قوي يا متين اللهم وأقر أعيننا بإعادة المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين اللهم أقرَّ أعيننا بإعادة المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين اللهم جعله شامخًا عزيزًا إلى يوم الدين اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد فاجمعنا في المسجد الأقصى منتصرين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا رب العالمين إلهنا نسألك أن ترحمنا هذه نواصين الخاطئة بين يديك عبادك سوانا كثير وليس لنا رب سواك اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا نحن البؤساء الفقراء المستجيرين المستغيثين الخائفين الوجلين القلقين المعترفين بذنوبهم والمقرين بها نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام في هذه الليلة المباركة أن تغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم احفظ الحرمين الشريفين اللهم احفظ الحرمين الشريفين اللهم من أراد الحرمين الشريفين بمثقال ذرة من سوء فأشغله بنفسه وجعل كيده في نحره وجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم احفظ شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم احفظهم من الجماعات الضالة والمناهج المنحرفة والتنظيمات الإرهابية اللهم احفظهم من الغلو والجفاء اللهم احفظهم من الغلو والجفاء واحفظهم من التكفير والتدمير والتفجير يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفِّس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين وفُكَّ أسر المأسورين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا إلهنا ها نحن قد أمسينا في بيتٍ من بيوتك المباركة وفي ليلةٍ من أفضل الليالي وعند ختم كتابك العظيم اللهم ها نحن نرفع وكُفَّ الضراعة إليك ندعوك فاستجِب لنا ونسألك فأعطنا ونستغفرك فاغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام إلهنا أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا وإن رجعنا إليك قبلتنا اللهم فاقبل توبتنا وامحو حوبتنا واغفر زلتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إن هذا شهر البركات والرحمات قد تقارب تمامه وتصرَّمت لياليه الفاضلة وأيامه اللهم من كان منا محسناً فيه فأعنه على الإكمال فأعنه على الإكمال ومن كان مُقصرًا فاختِم له بالإنابة والاستغفار برحمتك يا عزيز يا غفَّار اللهم اجبُر كسرنا على فراق شهرنا اللهم اجبُر كسرنا على فراق شهرنا اللهم اجبُر كسرنا على فراق شهرنا اللهم أعد علينا شهر رمضان أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك وجُد علينا بأوفر الحظوظ من رضوانك وارزُقنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين عصيانك اللهم وفِّقنا للصالحات قبل الممات وأرشِدنا إلى استدراك الهفوات من قبل الفوات وألهمنا أخذ العُدَّة للوفاة قبل الموافاة ونجِّنا يوم العُبور على الصراط اللهم نجِّنا يوم العُبور على الصراط حين تنسكِب العبرات واستجب منا صالح الدعوات اللهم اجعل معتمدنا عليك وحوائجنا إليك ووقوفنا بين يديك وتضرُّعنا إليك اللهم طهِّر قلوبنا من الأدناس وأعِذنا من شر الجنة والناس واحفظنا من شر كل بلية أو باس اللهم اغفر للمُعتكفين اللهم اغفر للمُعتكفين اللهم حقِّق لهم آمالهم وتقبَّل منهم عُكوفهم اللهم اغفر للقائمين على شؤون هذا المسجد اللهم بارِك لهم في أموالهم وأولادهم واجزِهم عنا خير الجزاء وجعلهم مباركين أينما كانوا يا رب العالمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام إنا نسألك في هذه الليلة المُباركة أن تُعتِق رقابنا من النار اللهم أعتِق رقابنا من النار اللهم أعتِق رقابنا من النار اللهم أعتِق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر قراباتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفَّار إلهنا إلهنا علمك فينا سابق وقضاءك بنا محيط وأمرك علينا نافذ أطعناك بعلمك والمنة لك وعصيناك بعلمك والحجة لك اللهم فبرحمتك ثبِّت خوفك في قلوبنا حتى لا نرجو سواك ولا نخاف غيرك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إننا لا نثق إلا برحمتك فاغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقَّ الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا رحيم يا ودود اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرخص أسعارنا وغزِّر أمطارنا وطهِّر سرائرنا واقضي ديوننا واجمع على الهدى شؤوننا وارحم أمواتنا وارحم أمواتنا واسمع أصواتنا وحسِّن أخلاقنا اللهم ما سألناك من خير فاعطنا وما لم نسألك فابتذئنا وما قصورت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلِّغنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفُ عنا واغفِر لنا وارحمنا واعفُ عنا واغفِر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصُرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزِغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدُنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم هذا الدعاء اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التُكلان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفِر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمُعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نُحصِيثَنا أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلِّ على سيدنا ونبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة